عندك السوبر الافريقي ده قدام النادي الاهلي يوم 27 سبتمبر لا شك لا شك انه كل الزمالكوية يعني منتظرين شهر 9 اللي احنا فيه ده حاليا احنا منتظرين البطولة دي في فارغ الصبر انت بتتكلم في ماتش بيساوا بطولة في بداية الموسم بطولة مهمة جدا وهي دي المباراة التالتة للزمالك في سبتمبر وبعدها على طول تمنى ان شاء الله ان الزمالك يطوق بيها ونبقى على قدر كبير جدا من المسؤولية وان شاء الله اللعيبة في اليوم ده يقدروا ان شاء الله يكسبوا البطولة عندك بطولة تانية في شهر اكتوبر بعد ما حدد اتحاد الكورم وعيد بطولة السوبر المصري السوبر المصري دي هتقام في الامارات في الفترة بين 17 لحد 21 اكتوبر اه دي بطولة تانية الزمالك هيشارك فيها طيب حقا هنا لازم تتكلم بعقل يعني انت لما تيجي تتداول اخبار مشاركة الزمالك في السوبر المصري انت هنا لازم تتخلق عن فكرة كونك مشجع وتفكر في كرة القدم هنا لازم نقول ان كرة القدم صناعة ودي صناعة بيتابع مهمة جدا بيتابع الملايين وعشان كده المسؤول عن الصناعة دي بيدور على نجاحها فبيحاول يشوف الاندية اللي تساعد على قوة ونجاح مشروعه طيب يعني فكرة الكرت الدهبي ومشاركة الزمالك ده منطقي جدا ده لان وجود الزمالك بيزود منقوة اي بطولة بيشارك فيها لا شك في ده يعني مشاركة الزمالك والاهلي في البطولة معناها انك ضمن النجاح انك يعني ضمنت نجاحك الجماهيري للبطولة دي وده طبعا من خلال الحضور المكسف للمبرات وده معناه نجاح البطولة كلها علشان كده كان منطقي جدا انه يتم اختيار الزمالك للمشاركة ليه؟ هي الاجابة شرحة هي مشاركة الزمالك اصلا شرحة نفسها وجود الزمالك بيزود من قوة البطولة يعني انت تخيل البطولة من غير الزمالك بطولة عادية لكن لو الزمالك موجود لا طبعا يعني الزمالك قعدة شعبية كبيرة جدا وبالزيد كمان على فكرة في كل مكان طبعا وبالزيد كمان في دول الخليج الصراحة فمشاركة الزمالك تزيد من قوة البطولة جدا 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 عشان كده القائمين على صناعة الرياضة كان لابد من مشاركة الزمالك في تلك البطولة اللي اتمنى ايضا ان الزمالك باذنك يا رب يكسبها ويتفوق فيها ويتبقى رحلة قصيرة نهايتها بطولة ان شاء الله علشان كده بستر جامس طلب ان احنا نعمل فترة اعداد ومعسكر تحضيري علشان فرقك يكون جاهز انت عندك مباريات وبطولات كتيرة جدا هتشارك فيها ان شاء الله الفترة اللي جاية اتمنى التوفيق فيها ان شاء الله للزمالك اتمنى الزمالك ان شاء الله يرجع تاني لمنصات التتويج وانا عندي ثقة مليون في المية في العيبة نادي زي ما لكم في الجهاز الفني ان هما ان شاء الله مع بداية الموسم ان شاء الله يبقى بداية قوية جدا صفحة جديدة زي ما قلتلكم صفحة بيضة ان شاء الله تبقى يعني ما نكتبش فيها غير البطولات يا رب بإذنك يا رب ان شاء الله